يكون سمر وضحك وكذا ويدخل الشيطان في هذا الأمر على الإنسان يتق الله تبارك وتعالى هذه بنت ناس اتق الله فيها قد يسلط الله عليك وعلى أهلك فاتق الله في هذه البنت أهلها لا يرضون بهذا فكيف ترضى أنت لها هي ضعيفة أو سيئة فكيف أنت ترضى هذا لها فعليه أن يتق الله تبارك وتعالى وهذا مدخل من مداخل الشيطان أعادنا الله وإياكم من الشيطان فعليه أن كما يقول يعملها إغلاق لهاتفها ما تتصل أو يغير رغم هاتفه حتى ينتهي من أمرها تماما ويبدأ حياة جديدة مع زوجتي وهذا يحزن زوجته ولعل هذا يدفع زوجتها زوجته أحيانا تقول طيب أنت تكلم بنته تقول هذه بس سوال عادية بس أشكولها وتشكولي أنا أيضا سأكلم رجل ويشكولي وأشكوله ثم تأتي ابنتك إذن عندما تعلم بهذا الأمر وتقول أنا أيضا سأكلم زميلي في العمل يشكولي وأشكوله هل يجوز هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه